في كلمته أمام منتدى رؤساء هيئات الاستثمار في الدول الأفريقية أكد وزير الخارجية سمح شكري أن المنتدى منصة جامعة لمسؤول الاستثمار في الدول الأفريقية بما يعزز الحوار المباشر وتبادل الخبرات بين جميع أصحاب المصلحة في المجال الاستثماري بقرة يأتي هذا المنتدى استكمالا لجهود دولنا الهدفة إلى تحقيق التنمية المنشودة وهي الجهود التي بذلت مصر لتذال مساعي حثيثة في سبيلها حيث سعى السيد الرئيس عبد الفتاح السيزي منذ تولي سيادته رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019 وحتى اليوم إلى خلق بنية مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والعمل على تحقيق الاندماج الأفريقي الذي نسعى إليه كما صاغت سيد الرئيس الجمهورية رؤية واضحة حول ارتباط تحقيق التنمية المستدامة بدعم السلام والاستقرار في أفريقيا اتلاقا من مبدأ لا سلام دون تنمية ولا تنمية دون سلام واستقرار ترجمة نانسي قنقر